طمأن المسؤول بالخارجية الجزائرية الرعاية الجزائريين في قطع غزة بالسعي لإجلائهم إلى البلاد مشيرا في السياق إلى مجهودات حثيثة تبذلها سلطات قصد تمكينهم من العودة إلى أرض الوطن تجسيدا لالتزامات الرئيس الجزائري بالخصوص في هذا المقام لا يسعني إلا أن تكون لإلتفات لأبناء الجالية الجزائرية العالقين بغزة نطمئنهم أنه لا يهدأ لنا بال ولا يستقر لنا رأي إلا أن نتمكن إن شاء الله من إجلائهم كذلك المجهود متواصل والاتصالات على قدم وساق لتمكينهم من الخروج والتخفيف عن معاناتهم نحن نعايشهم آلامهم ومشاكلهم وإن شاء الله نوفق في هذه العملية الجزائر دائما حاضرة ولا تنسى أبنائها في السراء والضراء في الأقراح والأفراح وهي بجانبهم وهذه من الالتزامات على رأس الالتزامات سيد رئيس الجمهورية في الالتزامات ال54 تكفل بالجالية الوطنية ترجمة نانسي قنقر